السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مروا من مطبخ مروا النهاردة هنعمل مع بعض الترطية الأمر دي ايه رأيكم ترطية بالشجر شات بالصورة الغذائية بطريق التزيين سهلة جدا وبسيطة وازي تطلعي معيك الترطة بشكل أحلى من المحلات بكتير وباحترافية جدا ازاي تخلي طريقة التزيين سهلة وبسيطة وازاي تزبطي الترطة معيه بص الارتفاع بتاع الترطة جميل ازاي ارتفاحها حلوة جدا 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 وحجم الترطية نفسه تحسوا انه هو مش حجم الترطية تلاتين فاربعين لأ ده حجم الترطية اكبر من كده بكتير دعنا نشوف الترطية الحلوة دي اتعملناها ازاي وزيينناها ازاي يلا بينا نشوف طريقة التزيين يلا بينا قبل ما ندخل الفيديو بقى ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب اتفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد اول حاجة عندي هنا حطينا اه يعني قطعة من الكريم البني والابيض كده على البورد بتاعي وهسبت طبقتين الكيك شايفين كده سبت طبقتين الكيك زي ما احنا شايفين هزبطهم بحيث ان بقيه يعني في مساحة فاضية بس من كل جنب علشان اقدر اجلس فيها الكيك اه بصوا اهو زي ما احنا شايفين انا هنا عندي خليط التسقية اللي هو شربات خفيف بيرد للجوز الفانيليا بس اي بيه وعلى الجوز الشوكولاتة بحط معلقتين جنيش كده ودوابهم مع حبت مية وبسق بيهم الكيك وهنا الكريمة بضرب كل كوباية كريم شانتي بكوباية وربع مية متلجة او لبن متلج وبضربهم لغاية ما يدون القوام اللي احنا شايفينه دوت وببتدي اجلس بهم بحطهم في كورني كده وببتدي باجلس بهم هنا في الجوز الشوكولاتة بحط شوكولات شبس بوني والجوز الكريمة بحط شوكولة الشيبس ابيض بحط الشوكولة الشيبس الاول وبعد كده وبحط عليه السوس هنا في الفانيليا حطت سوس كرامل وفي الشوكولاتة بحط السوس شوكولاتة وإيه علشان الكيك يمسك فيه ولو حطت السوس الاول وبعد كده الحشوة ايا كانت لازم نحط قطعة كريمة علشان السوس يمسك فيه هنا زي ما انت شايفين كده بحط الجوز الفانيليا برضو بسبته كده وبسويه على الكيك يعني بحط الطبقة التانية وبسويها حلوة علشان ايه بزبطها علشان اقدر يعني الكيك كله يبقى متسوي في نفس السوس وبعده يعني انا شايفين كده حطت بقى الطبقة التانية وحطت لها الحشوة برضو وكده هنا لقيت حسيت ان فيه فراغ بين الطبقة يعني الطبقتين دول حسيت ان هم يعني لما حطت الكيك على بعد حسيت ان هم ايه لأ مش قد بعض فجبت كده شريحة بس كده من الكيك وحطتها في النص عادي خالص وحطت عليها الكريم شونتي وكملت بقت الطبقات عادي كملت بقت الحاجات يعني حطت الحشوة برضو شوكولة الشيبس هنا وهنا 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 سوس شوكولاتة هنا السوس كرامل وحطت اخر طبقة بص طبقة الكيك تهقت عسيها طرية جدا وانا بحطها ازاي هشة جدا والكيك طعم فضيع بص هنا حطت كده برضو شريحة علشان ايه ازبطهم الطبقات كلها تبقى زي بعضها عادي خالص بص هنا هساب الجنيه بقى كويس جدا كده باللسباتيولا او باللسكريبر زي ما انا عملت وهابتدى اجلس الجزء الشوكولاتة اجلسه كده زي ما انتم شايفين انا بحب قوي التجديس بكيس الحلواني لانه بجد يعني بيبقى متساوي جدا اولا ما بيتعبنيش في الشغل تاني حاجة اه لو في فتافيت ولا حاجة في الكيك ما يعني ما ما بعمحطها وانا بحطت حطيت بلسباتيولا ولا حاجة بتطلع فتافيت في الكريمة لكن كده هتضمني ان ما فيش ولا فتافيت ولا اي حاجة هتطلع معيك زي ما انتم شايفين كده جلست كل الجزء الشوكولاتة وهبتدي اسحبه على طول باللسكريبر اهو زي ما انتم شايفين كده هاسحب باللسكريبر رايح جاي رايح جاي اه كل لما اسحب ساحبة بخسل اللسكريبر بتاعي وبنفضه كويس جدا بخسله مياه دافية ونفضه كويس جدا وبرجع اشتغل بيه تاني اه حطة ان احنا بنخسله مياه دافية وبعدين نفضه ما بنمسحوش بيسهر علي التجليس خالص وبيخلي التجليس متساوي الكيك الكريمة بتبع عليه نعمة جدا وجميلة فكل مرة تجلسه اغسله الاسكريبر كده مياه ونفضه ما تمسحوش وارجعه ساويه تاني اهو بصوا التجليس متساوي ازاي ومالس ونيعم خالص مفوش اي ضفوهات ولا اي حاجة خلاص كده كنت جلست الجزء اللي بالشوكولاتة هبتجي بقى ايه اجيب المشارشر بالنحية الرفيع وهبتجي اصحابه كده هنا الجزء الفانيليا برضو هبتجي اجلسه نفس ما جلست الجزء الشوكولاتة هجلس الجزء الفانيليا على طول وبرضو هعمل معي نفس ما عملت زي ما الجزء الشوكولاتة بالزبط زي ما انتم شايفين كده هجلسه كله زي ما احنا جلسنا الجزء الشوكولاتة وهبتدي بقى اسحابه بالسكريبر كده طبعا كل ما بنجلس يعني احنا حشينا الاول الترطية بالكريمة طبعا الكريمة قعدت فترة لغاية ما حشينا الترطية دخل جوافق يعني فراغات هوا كتير فلازم نضربها كويس جدا بالسباتيولا او نشغل عليها المضرب كده نضربها ضرب سريع علشان نرجع نجلس بها تدينا ايه آآ تجليس نعم زي ما احنا شوفنا كده وبرضو عملت الجنب التاني كده بالنحية المشارشرة بالسكريبر وخلوص دخلتها الفليزر بقى عشان تشد لازم ادخلها الفليزر على اقل يعني مش اقل من نص ساعة انا دخلتها ساعة آآ بصوا هنا بقى الصورة اللي احنا هنحطها الترطية كده صورة بنوتا امر قوي وعا السولة بصوا آآ هنا الصورة فيها فراغات كده حتة بيضة فانا بقى قصها تقصها بقى بكاترة تقصها بسكينة مشارشرة تقصها زي ما انت بمقاص زي ما انت حابة قصها قصها الفراغات دي ممكن تسيبيها عادي وتشتغل عليها يعني تعملي على الفراغات ديات الرزيتات بس انا يعني ايه ملهاش لازمة فهنشلها احسن بصوا اهي شلتها من منتاز سهولة وهبتدي اخدوا الصورة بتاعتي اهي اهم حاجة تكون ايديك نشفة المكان اللي بتشتغل عليه نشف جدا مفهوش مية نهائي لو نقطة مية او نقطة كريمة او اي حاجة سائلة جات على الصورة خلاص كده صورة شكرا لان الصورة آآ احنا عارفين هي سكر فلو جات عليها اي حاجة هتبوز على طول هنا سيحت شوكولاتة درك بالحليب شوكولاتة بيضة اي نوع شوكولاتة عندك آآ سيحيها على حمام مائي كده بمعلاقة زيت وبتجي ايه ادهيني بيها ضهر الصورة ايه تحط الصورة على الترطية على طول مباشرة من غير ما تدهيني ضهرها الترطية الصورة على طول هتسيح هتبوش يعني كده ومش يعني مش هتبقى لها اي معنى هتبوشوا الصورة هتبقى كأنها يعني او يعني بيشت خلاص مش هتنفع كأننا حطناها في مياه الصورة مينفعش ابدا تتحط ملامسة على طول للكريمة لازم تتحط آآ تدهن الاول شوكولاتة آآ طبعا ممكن تتحط على جنيش بس برضو انا ما مفضلهاش لان الصورة ما تتحط على جنيش الجنيش برضو بيبقى فيه نسبة سويل زي اللبن وكده فلا يعني يفضل تحط الصورة احسن تدينيها من الاول كده شوكولاتة ده شوكولاتة يعني خيم وآآ تروح يجاي شوكولاتة تكون مسيحها لحمي وتدينيها كده بالفرشة وخلاص الصورة الدهنة هي ما نسيبهاش تنشف لو سيبنا الصورة تنشف وجينا نحطها وجينا نضغط عليها يعني بيدينا كده ضغطة بسيطة على الطرطية الصورة بتاعتنا هتتكسر وتتشقق لأ لازم نحط الصورة على الطرطية مباشرة بعدا ما ندهن الصورة على طول اطلع الطرطية من الفليزر زي ما احنا شايفين كده واحط عليها الصورة ما احنا شايفين كده والجزء بقى بتاع الشوكولاتة عملت عليه درب بالجناش الشوكولاتة كده وغطيته كله بالشوكولاتة وخلاص بقى هي كده هبتدي ازين الطرطية هنا ده لون موف بحطيته على الحبة كده من الكريم شانتي اللي عندي وهبتدي يقلبه كويس جدا لغاية ما يديني درجة الموف اللي انا عايزيها طبعا زي ما قلت لكم التزيين ما كانش يعني مش في دمائي حاجة يعني العميلة طلبت التلاتين فاربعين مستطيلة بصورة غزائية للبنوتة وبس ما قالت ليش بقى طريقة التزيين ايه او يعيز الشكل بزي قالت لي خلي الشكل مروع على زوقك اعملي ايه اللي تشوفيه وطبعا اه مرضيتش حط الصورة في الجزء اللي فيه الشوكولاتة لاني بنوتة ولابسة فصان ابيض فلو حطيتها في الجزء اللي فيه شوكولاتة لحس ان هي ايه اه كابتها كده للميتها هت combinتي هتخليها تخلي تخلي السورة مش حلوة فحطيتها في الجزء اللي فيه الفانيليا عشان يبقى عندي مساحة ان انا ازين الجزء اللي فيه الفانيليا بصو ده وتلون موف بس ده بلا نفسيجي مش موف اللي احنا حطينوه هنا ده موف في الكريمة ده با نفسيجي حطيته في virus الحلواني الكيس اللي هحط فيه البلبلة اللي هزين بها بصو كده نقطتين. ومشيته كده على الجنب يعني جنب واحد من الكورني. وهبتدي بقى احط الكريمة بتاعتي عشان يديني الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اهو. اه طبعا لو انا ايه? انا عايزة بقى دي بنوطة. انا و انا كده يعني قبل ما احط طبعا اللون و انا بعمل وكده بفكر طبعا زينها ازاي? بما ان هي بنوطة فانا عايزة ايه? زينها تزين يكون رئيق وتزين يكون في حاجة مبهجة لبنوطة وكده. فقلت مفيش احسن من الوردات البلدي لان انا حستها وبنوطة حستها وردة كده. فقلت الوردات البلدي هي ايه? اللي هتحلق الصورة. فاخترت اللون لان الصورة فيها لون موف بسيط. تختاري اقل درجة في الصورة وتزيني على اسيسه. زي ما احنا شايفين كده. بصوا ديت الوردة البلدي. اهي. البلدي بتاعة الوردة البلدي. بصوا بقى لما بنعمل الوردة حتى التصوير مش مش ظاهر بس هبينه لكم دلوقتي وفي كده صورة كمان. اهي. بصوا بانت ازاي? الجزء اللي احنا حطنوه نقطتين اللي هو بالاسمو ايه باللون الجل. اه فرقوا جدا. عملوا تدرية كده في الوردة جميلة جدا. بصوا هنا بقى على الجنيب. هبتدي اعمل روزيتات بنفس الكورنية طبعا بنفس البلبلة. روزيتات كده اه بالكورنية اهو لان هنا طبعا مش ينفهم الوردة بلدي خالص. اهي. بصوا التدريجة بتاعة اللون خطيرة. بصوا اللون عامل ازاي? غير لو كنا سبنا الوردة سادة خالص. بصوا جميل. خليناها غامق في فاتح بجد بجد كانت الترطاية روى وعجبت العميلة جدا جدا جدا. آآ بعد ما عملت الوردات كده قلت عايزة حاجة تخلي الوردات شكلها لزيز كده. طبعا مش هتنفع ابدا. آآ ان انا حط يعني كريزبته بس قلت لأ. دي عايزة حاجة تخليها شكلها حلو. فحطيت ايه? كان عندي فراشات برات فراشات كده. وآآ كانت نفس اللون. كل ده اقسم بالله ما كانش ببالي خالص اي تزيين للترطاية. آآ دايما بقول لك اشتغلي وانت بتشتغلي الافكار هتجيلك لوحدها. فعملت بقى ايه? آآ روزيتات كملت طبعا هنا هكمل كده روزيتات بس ايه نايمة كده. طبعا هنا كنت المفروض اعكس الكورني علشان يديني. بس انا ما كانش ببالي. بصوا اخدت بيلي بقى وهعكس الكورني بس انا صراحة مردت شاشلها لتلغبط ايه الصورة. اهو تعكس الكورني بالنحية اللي فيها الغامق والفتاح. فس برضو ايه يعني مش هتبن قويتي بشكلها حلو. آآ وجبت وردات بقى بالطبارات الطبارات الوردات الفرشات. وهبتدي تحطهم ايه على كل وردية كده. انا حسيت البنوتة دي يتيني. آآ وردة كده يعني. فعشان كده زي انت لها ايه الترطاية آآ بنفس التزيين دوت اللي انتوا شايفينه. وعن راحية الشوكولاتة هزين بقى كلها شوكولاتات زي ما احنا هنشوف كده وزي ما احنا شفناها في اول الفيديو. انتوا شايفين كده صبت آآ في الملتات السيليكون آآ آآ شوكولاتات كده اللي هي الباردية وهبتدي احطها كده باربا خدت من اول الزاوية بتاعة الترطاية الناحية اللي هناك دي. وهبتدي احطها. ايز اقول لكم والله العظيم انا بحط الشوكولاتات. اما لا اقول. طب احطها شكلها ازي. طب اعمل مش عارف اصلا شكل للناحية الشوكولاتة ديت ان انا زينها ازي. عشان كده بقول لكم اللي مش عارف يزين ازي. آآ يعني يبتدي يشتغل في الترطاية وما تقلقوش خالص التزين هيجي الواحد وما تقلقوش خالص. هنا حطت كده معلقتين من الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. آآ زي ما احنا شايفين كده. وابتدي بقى احط ايه وردات الورقات الشجر دي من كل آآ يعني بور وبور. احط واحدة من وردات آآ ورقات الشجر وحطيت كده بين المعلقتين قلبين. وهنا دي وردات شوكولاتة كده برضو صبتها وحطيتها هنا احط واحدة لقيت اللون كتم كده كل بني ببني. فحطيت واحدة من الكتكات واحدة من الروشي. آآ حطيت اي حاجات بالطور يعني تبقى مناسبة لبنوتا لاني بصوا الشوكولاتات حطتها لشكل وردات. هنا حطيت بقى علشان اللونين يندمجوا مع بعض كرسب مفاتح وغامق. وهنا حطيت كم قلب كده. آآ طبعا لما بيبقى عندي شغل كتير بصوب يعني تقريبا الملدات كلها. وعشان كده بقى ايه ببتدي زين باخد اللي انا عايزي. هنا حطيت وحدات من البور بتاع الشوكولاتة كده ووحدات من الورقة الشجر في الجنيب بتاعت الجزء الشوكولاتة. وهنا حطيت في الجنيب بتاعت الترطين التانية بصوا انا بعمل الفراشة كده بتنية اتنين كده كأنها طيرة يعني. وبحطها. انا بوري لكم لان انا ايه اهو بحطها كده اخوان شايفين ازاي يعني بوري لكم لان انا اللقطة ديت كنت فاكرة التليفون بيصور وطلع ما بيصورش. فبوري لكم انا حطيتها زي انا تانيتها اتنين كده وحطيتها بين كل يعني كل وردتين حطيت واحدة من الفراشوت. وفي الجنيب حطيت بقى الفراشات كده بستمش متنية ولا حاجة سليمة زي ما هي. طبعا الانوان مبهدلة ايدي. بصوا اهي. كده سبتها كده. حطيت يعني ايه الجناب كده حطيت فيها فراشات والجناب الشوكولاتة حطيت فيها آآ شوكولاتات. اهي بصوا. شكلها بقى توحفة وهنا حطيت وحدات من الكريزب الصغير الموف كده على كل روزيتة من اللي احنا عملنا. وهنا حطيت برضو وحدات من الكريزب الموف لان كل ده كان التليفون ما بيصورش. وده كان الشكل النهائي للترطية بتاعت يا رب يكون طريقته سهلة وبسيطة ويكون التزيين. عجبكم يكون طريقته سهلة وتقدروا تنفزوا منتاز طولة وما تخافوش ابدا ابدا لما عندكم ترطى وعلى زقكم ومش لقين فكرة ان انتو تزينوها ابتدوا اشتغلوا فيها ووري فكرة هتجيلكم وانتو شغالين. يارب يكون الطريقة عجبتكم يارب يكونوا بتستفادوا اي حاجة من الفيديو ولا عجبكم الفيديو وتنسيروش تعملوا لي لايك وشيرو سبسكرايب للقناة اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.